السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من grammar course for beginners النهاردة هنتكلم عن basic vocabulary كلمات اساسية بنستخدمها في بداية استخدامنا للانجلش منها كلمة a day a week a month a year a decade a century a millennium a day معناها يوم يوم من ايام سبت حد اثنين a week a month a year a decade معناها عقد من السنين يعني بيساوي عشر سنوات ten years a century century معناها قرن القرن هو بيبقى فيه one hundred years 100 سنة a millennium اللي هي الألفية a millennium اللي هي الألفية بتساوي one thousand years one thousand years and a win اللي هي يعني حقبة من الزمن كبيرة جدا a very 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 long time يعني وقت كبير جدا 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 اللي هي ناخد the examples مع بعض there are twenty four hours in a day there are twenty four hours in a day يبقى اليوم فيه 24 ساعة there are seven days in a week there are seven days in a week يبقى فيه سبعة ايام في الأسبوع there are four weeks in a month there are four weeks in a month يعني فيه أربع أسبوع في الشهر there are 365 days in a year there are 365 days in a year يعني يوقف 365 يوم في السنة there are ten years in a decade there are ten years in a decade يعني يوقف عشر سنين في العقد اللي هو اللي هو حوالي عشر سنوين there are one hundred years in a century there are one hundred years in a century يوقف سنة في القرن there are one thousand years in a millennium there are one thousand years in a millennium يوقف ألف سنة في الألفية ده بالنسبة ليه البازيك فوقابلري اللي احنا ممكن نستخدمها في التعبير عن الأيام أو الأسبوع أو الشهور and so on عندي a day a week a month a year a decade a century a millennium and a win عندي days of week اللي هي أيام الأسبوع بيبتدي طبعا عندهم أصلا برة من أول يوم monday ده أول يوم عندهم في الأسبوع لأنهم بياخدوا السبت والحد إجازة فأول يوم في الأسبوع عندهم monday monday الاختصار بتاعه m o n زي منت شايفينه كده وبنحط period بنحط period نقطة يعني monday تاني يوم tuesday tuesday اللي هو الثلاثاء اختصاره t u e s طبعا المفروض بعد period تالي تالت يوم wednesday اللي هو الاربع wednesday الاربع wednesday فيها ترك كده بسيطة إن هي فيها اتنين دي الدي الأولانية ديت تعتبر silent لا تنتق ما اسمهاش wedding day no it's wrong when is day اوكي thursday thursday اللي هو الخميس thursday اللي هو الخميس friday الجمعة friday saturday saturday اللي هو السبت sunday sunday اللي هو الحد يعتبر monday monday tuesday wednesday thursday friday دول days of week ايام الاسبوع الاساسية بيبقى ايام عمل لكن saturday and sunday يعتبر weekend saturday and sunday عندهم weekend عندنا هنا في الدول الدول بتاعتنا العربية بيعتبر يوم friday and saturday عمتا بيبقى هو اجازة او thursday and friday هو هولدية عندنا او weekend عندنا the first letter are capitals احنا ملاحظين ان اول حرف لازم اول حرف ايام الاسبوع يكون capital letters capital letters يعني حرف كبير جدا نحن ناخد اكزامبل زر الكلام ده ما اقول what day is today what day is today يعني النهاردة ايه مدام السؤال ده سهل جدا what day is today ممكن اقول النهاردة مثلا it's saturday it's sunday it's friday and so on what day is tomorrow بقر هو يوم ايه ممكن اقول it's monday it's monday what day was yesterday طب مبارح كان ايه what day was yesterday ممكن اقول it was thursday it was when is day when is our day our date i'm sorry when is our date يعني هنا بقى السؤال ده معناه ان احنا هنتقبل امتى اجتماعنا امتى when is our date ممكن اقول على طول on friday يبقى عندنا الايام الاسبوع او اي يوم بياخد حرف الجر البروبوزيشن on بياخد حرف regard on on friday on thursday on wednesday طب which days do we have english class يعني ايه هي الايام اللي بيبقى عندنا فيها دروس انجليش اه which days do we have english class ممكن اقول on mondays في ايام الاثنين on mondays which days do we have english class on mondays طيب when is my homework do when is my homework do معناها هقدم الوجه بتاعي امتى يعني when i will give in my homework هسلمه امتى on mondays عندي هنا كلمة no وبعدها كلام باللون لاحمر كده وجنبه خطأ يعني دي اخطاء شائعة في ايام الاسبوع يعني مثلا الكلمة الاولانية اولها يعني كلها capital letters طبعا ده اولا خطأ في او في بتاعها number two ما فيش حاجة اسمها it's wrong it's wrong اسمها آآ tuesday tuesday الي هو يوم الثلاثاء مش when is day عندي هنا ساعات الي بيحفظها في الاول بينسى الدي بتاع الخطأ هنا ايه بدل اي الي هي s a t اي ديت خطأ المفروض هكتبها يو saturday طيب الخطأ الشائع كمان كلمة monday انا ما قلتش نقسمها هي بتبقى one word كلمة واحدة monday ما ينفعش يبقى فيه big space ما بين mond and day نفس الكلام في كلمة sunday ما ينفعش يبقى فيه space كتير كدا ما بين sun و day بتبقى كلمة واحدة زي منتو شايفينها هنا كده monday اهي كلمة واحدة وكلمة sunday كلمة واحدة not two words but one word اوكي طيب ندخل في الموضوع التاني اللي هي شهور السنة month of year month of year ايه الشهور السنة عندي اول شهر january اللي هو شهر يناير january january اوكي الاختصار بتاعه january طيب التاني بقى يعني نطقه صعب شوية ولس بالن كمان في حفظه صعب شوية february 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 اللي هو february march march اللي هو مارس april 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 اللي هو april april اللي هي april may may هي نفسي كلمة may في الاختصار ما بنحطش عشان كده بعدها period john john july 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 august august september september october october november november ما تنساش لايك للفيديو عايزين نوصله لعشر تلاف لايك اه وما تنساش كمان الاشتراك في القناة اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته